هاي السياسة أسماء بيقدرن هي سياسة عنصرية ممكن أنه تعمل تأثير عكسي بحيث أنه المستثمرين العرب يبنوا شركات خاصة فيهن ويشغلوا الأكاديميين العرب ويستفيدوا طبعا من مهاراتهم المختلفة وهذا الإشي أكيد رح يقوي قدراتنا الاقتصادية في الداخل مهم ننوح عصام أنه عدم إدماج العرب وتشغيلهم في سوق العمل مش موجود بس بالهايتك إنما تقريبا بكل المجالات التانية والإحصائيات كمان شاهدة على هيك عندك 80% من المشغلين اليهود برفضوا حتى أن يشغلوا عرب للأسف الشديد يعني على كل حال خلينا ننتقل إلى تقرير الأخير لليوم توثيق التراث الفلسطيني لا يقتصر فقط على التأريخ المكتوب أو المصور إنما أيضا من خلال الأغنية التي كان وما زال لها دور كبير في سرد الرواية الفلسطينية الفنانة سناء موسى لا تعتبر التراث ماضيا فحسب بل حاضرا حيا فينا في هذا التقرير صنية القاسية عن رجالهن المقاتلين الغائبين وعن أفراسهم التي هجرنهم وهن أيضا من نقل هذه الأغاني من جيل إلى جيل وهكذا يشكلن مصدرا حيا للتراث المسموع وتأتي أغانيهن مادة حيوية لتوثيقه هن من تصفهن سناء بالثروة يلقين بظلالهن على أرضها الموسيقية موسيقى السيدات بالأساس هن الحاملات في جعبتهم كم هائل من الأغاني أغاني الفراقيات أغاني النواح مكاء على الميت كل هاي الأغاني عمليا اللي حفظها هن السيدات واللي نقلها هن السيدات فبالتالي السيدات هن نشأتعامل معا كمصدر بس هن فعلا ثروة في واحدة من الأغاني طلت البارودة والسبع مطل اللي أنا أخذتها من منطقة قراوة بني زيد في قضاء رمالله في بداية القرن لما كانوا يطلعوا الرجال المحاربين الفلسطينيين الثوار على المعارك جرة العادة أنه إذا استشهد حدا من المقاتلين هذول الثوار أنه رفيقه في الحرب يحمل على الأليل بارودته إذا ما قدر يحمل الجرثة ويجيبها والسيد اللي ما رجع جوزها ورجعت بس بارودته كان واضح لها أنه فقدت أهم شيء بحياتها تقريبا فكانت تنوح طلة البارودة والسبع مع طل يا بوز البارودة من دمه من بتل قد يأتي تسجيل ألبومها الأول والذي يجمع عددا من الأغاني التراثية على شكل خميرة موسيقية بعد عدد من السنوات وهو يستدعي منها مراحل إضافية كأن تعيد البحث عن أغاني دفينة وكأن تختار أي تبصمات ستضفي عليها دون أن تخدش قالبها الأصلي في الأستواني في نوعين من المقطعات نوعين من الأغاني جزء منها حاولت فيه التقديم أغاني تراثي بالضبط كما سمعتها كيف ما سمعتها من السيدة كيف مغنت لي إياها قدمتها مع تغييرات اللي هي عمليا إضافات بالموسيقى نوع الآخر من الأغاني هو أغاني بوحي هي أغاني من وحي التراث الفلسطيني يعني أنا أخذت أغني اسمعتها تأثرت فيها أثرت علي بطريقة معينة علي وعلى الموسيقيين طبعا الموجودين لأنه هذا عمل جماعي عمليا من المرج وحدها والبادر أخوها والحلال من عمها يمكن بشي مرحلة أعمل أشياء أخرى عمليا بديش أسميه تطور لأنه أنا أفكرش أن التراث غير متطور أو أنها مرحلة بدائية يعني من التطور لا أنا بالنسبة إلى التراث هو المصدر وهو الأصل وهو السحر وأنا موجودة بهاي المرحلة بس بس آه ممكن ممكن الموسيقى والحياة تأخذني إلى محل آخر كنت طلعت من المرج وحدها البادر أخوها والحلال من عمها يمكن عصام جزء كبير من هاي الأغاني التراثية صار معروف لإلنا وكلنا من ردده بس الإش الأهم اللي بتعملوا سناء إنها بتعيد إحياء أغاني تراثية مطمورة اللي رددوها نساء ممكن بس ببيوتهم أو حتى هي مش معتبرة إنها هي أغاني كونها مش متطورة موسيقيا أو لحنها بسيط بس سناء أخذت الكلام وطورت عليه الموسيقى بالفعل أسماء واستطاعت من خلال مهرجانات العالمية المختلفة في العالم إنها تمثل الأغنية الفلسطينية والتراث الفلسطيني ومع هذا التقرير عصام منوصل لختام حلقتنا لليوم من برنامج عبر الخط الأخضر ومنذكركوا أعزائي المشاهدين إن موعدنا بتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد مننا عصام باللان أسماء عزائيزي أجمل تحية وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة